موسيقى تتابعون نشرة مفصلة من الجزائر الدولية أهلا بكم والبداية بالحدث بعد الفاصل تتابعون نشرة مفصلة من الجزائر الدولية تسعة مجازر بمختلف أنحاء قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 107 فلسطينيين وإصابة 205 آخرين في الساعات الأربع والعشرين الماضية وزارة وصحة الفلسطينية أعلنت في بيانها لإحصائل التين عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصيوني على القطاع منذ السابع أكتوبر الماضي إلى تسعة وعشرين ألفا واثنين وتسعين شهيدا وتسعة وستين ألفا وثمانية وعشرين مصابا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل منع الاحتلال الصيوني وصول تواقم المستعفين والدفاع المدني إليهم واستشد وأصيب عشرات الفلسطينيين فجر الإثنين جراء العدوان الصيوني المتواصل على قطاع غزة لليوم السادس والثلاثين بعد المئة وشنت طائرات الاحتلال الحربية غارات على منازل في حي الزيتون بمدينة غزة ما أدى إلى وقوع شهداء ومصابين بتزامن مع قصف مدفعي على الحي بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية كما قصف الطائرات الاحتلال ومدفعياته ستة منازل في أحياء متفرقة ما أسفر عن استشهاد عشرة فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح وفي رفح تواصل القوات الصيونية تقصفها بالتزامن مع إطلاق الزوارق الحروية قذائف قرب خيام النازحين بالمنطقة الغربية للمدينة وخلفة عشرات الإصابات يعاني الفلسطينيون الشمالية قطاع غزة منذ أسابيع من الجوع الشديد بفعل إصرار الاحتلال الصيوني على حرماذهم من تلقي المساعدات الإنسانية والغذائية ما اضطر كثيرين منهم إلى استخدام أعلاف المواشي لتحضير الوجبات وطهي الخبز هنا في مدرسة تابعة للأنروا شمالية قطاع غزة يصطف مئات الفلسطينيين في طوابير طويلة بانتظار دورهم لتحصيل أول وجبة ساخنة بعد أيام طويلة من الجوع الشديد بعموم مدن شمال القطاع لا يجد الفلسطينيون ما يسدون به جوعهم إلا وجبات حضرت من أعلاف المواشي الممزوجة بكثير من المياه أكل حمير بنشتري العلف الحميرة للدواب الله يعزك وبنعجنوا وريحتوا عاطلة وبيصيبنا مغس بيصيب للأولاد السهال ونتج وبصحوا يصيحوا جعانين من وين جيب لهم أكل من وين جيب لهم شرب الوضع صعيب كتير كتير ننمشي الحياة للأطفال يأكلوا يشربوا يعني بالدرة تاعت الدواب ونتفت طحين أبيض لقوها في الردم وعملناها بسوادها برملها بكل شي بحسوها طيب إيش نتنخلنا على الفاضي كله بقرش رمل رغم اشتداد الحصار الصهيوني لا زال المدنيون في انتظار إغاثة إنسانية عاجلة تسد رمقهم ورمق صغارهم المتدورين جوعا قال لي بصيحوا جاعدين بصيحوا 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 الزراء مش عارفين نطعمهم إيش مش ملاقين إيشي نعملوا معهو في عالم يا ناس على خلاف كل أطفال العالم باتت أكبر أحلام أطفال غزة رغيف خبز قبل النوم بعدما تحولت الوجبات اليومية إلى مطلب أشبه بالمستحيل ليست الصواريخ القاتل الوحيد في قطاع غزة هذه الأيام فالاحتلال ماضي أيضا في إذاقة الفلسطينيين صنوفا من التجويع بحرمانهم من تلقي المساعدات الإنسانية والغذائية عن سبق إصرار وترصد بجريمة حرب تضاف إلى سجله الحافل وفي مشهد آخر أجبر الاحتلال الصيوني آلاف النزحين الذين لجأوا إلى مستشفى ناصر الطبي في مدينة خنونس جنوب قطاع غزة على المغادرة بعد محاصرتهم داخله لعدة أيام حيث تعرضوا للتجويع والاستهداف من قبل قناصة الكيان ماذا يغسل جرح القلب بعد فقدان الأحبة؟ وإن كان الماء يذهب الضمأ فما الذي يخمد نار الفقد ولوعة الفراق؟ هو لسان حال آلاف النازحين الفلسطينيين الذين هجروا من مساكنهم في قطاع غزة ليبدأوا بذلك رحلة عنوانها العذاب والخوف عائلة أبو جامع واحدة من عشرات الأسر في خان يونس جنوبي القطاع التي اضطرها القصف الصهيوني إلى التوجه لمجمع ناصر الطبي بالمدينة بحثا عن مكان آمن يحتمون فيها إلا أن قوات الاحتلال طاردتهم حتى داخل المستشفى نور أبو جامع واحد ممن عاش تلك اللحظات الصعبة وداخل الخيمة التي لم يجد غيرها مسكنا يؤويه وعائلته يستذكر الحادثة وهو غير مصدق أنه نجا من القتل آخر فترة كانت صعبة جدا جدا كانت لقى النار عندما يطلع الشباق ينطخ في رأسه الشهداء مزقلين برا في الشارع النار سكرت على الببان ممنوع حد يطوله ينزل اللي بطلعوا بنزل بموت الشهداء قدامنا مرميين على الباب ما نقدر نجيبهم بالمرة من الطريق من لقى النار ما عاشته عائلة أبو جامع في مستشفى ناصر الطبي بغزة شكل صدمة كبيرة لأفرادها يصعب عليهم تجاوزها خاصة وأنهم أجبروا على المغادرة تحت طائلة التهديد بالسلاح كانوا ممنوع حد يتلفت هيك ولا هيك زي منتوا اطلعوا ده القعدة ممنوع يتحرك تتحرك وطلعنا ممنوع حد يتحرك هيك بتخوه وطبع معنا أطفال وغراد كتير بس أخذنا معنا حراماتنا وطلعنا مرة سنة حولينا الدبابات وحولينا الجرفات وعيات الصغار بخايفين من منظر رعب رغم صعوبة الأوضاع يأبى النازحون الفلسطينيون في القطاع الانكسار والخضوع معلنين أن فشل آلة الضمار الصهيوني في إجبارهم على المغادرة خارج الحدود شرعت محكمة العطل الدولية في لهاجا الجوم الاثنين في جلسات علنجة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الصيوني وممارساته في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن المقرر أن تستمع المحكمة أثناء الجلسات التي تدوم ستة أجام إلى إحاطات تقدمها 52 دولة وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة بالإضافة إلى إحاطات لكل من الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وتأتي جلسات الاستماع في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولي حول أثار الاحتلال الصيوني المتواصلي منذ أكثر من 57 سنة أكدت الجزائر أن القضية الفلسطينية بحاجة ملحات للدعم الإفريقي في الوقت الراهن ولفت وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى أن القضية الفلسطينية تجتاز أخطر مراحلها التاريخية على الإطلاق مشيرا في كلمته حول البند المتعلق بالقضية الفلسطينية ضمن أشغال القمة الإفريقية السابعة والعشرين بأدي صباب الأحد إلى المساعي الصهيونية الرابعة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني إن القضية الفلسطينية أحوج ما تكون اليوم لدعم قهرتنا وهي تجتاز أخطر مراحلها التاريخية على الإطلاق في خضم تسارع الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ مخططه الرامي لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني ووعد حل الدولتين وإحياء مشروع إسرائيل الكبرى ودعت الجزائر في السياق الأفارقة إلى المساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية على ثلاثة مستويات رئيسة تتعلق بوقف العدوان الصيوني على قطاع غزة وكسر الجدار الحزانة الممنوحة جوراً للكيان وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ومن هذا المنظور تدعو الجزائر أشقاءها الأفارقة المجتمعين تحت قبة منظمة نهاته إلى المساهمة في الجهود الدبلوماسية الدولية على ثلاث مستويات رئيسية المستوى الأول وهو مستوى الأولويات ذات الطابع الاستعجالي والتي تشمل العمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول لغاثات الإنسانية إلى أهلنا في هذا القطاع دون أي شروط أو قيود أو معوقات المستوى الثاني وهو مستوى الأولويات التي تستهدف كسر جدار الحصان الممنوحة جورا للاحتلال الإسرائيلي وفي هذا الإطار تعمل بلادي حاليا بالتنسيق التام مع جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة لتفعيل التدابير المؤقتة التي أقرتها محكمة العدل الدولية عبر السعي لاحتماد قرار ملزم من قبل مجلس الأمن في هذه الآونة أما المستوى الثالث من الأولويات فإنه يتجسد في إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ودعما لهذا التوجه تدعو الجزائر سائر الدول الإفريقية الشقيقة إلى التحضير من الآن للمرحلة الآتية والمتمثلة في المبادرة بطرح ترشح دولة فلسطين للعضوية الكاملة على هيئات الأمم المتحدة المعنية بهذا الموضوع التاريخي جدد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تجديد إدانته استهداف قوات الاحتلال المستشفيات والمدارس والملاجئة بقطاع غزة المكتب الأممي أكد في مشهور عبر صفحته الرسمية بمنصة X أن حماية المدنيين مبدأ غير قابل للتفاوض الهيئة شددت أيضا على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني للحروب قواعد يجب أن تحترمها جميع الأطراف حماية المدنيين والأهداف المدنية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ غير قابلة للتفاوض يجب أن يكون العاملون في المجال الإنساني قادرين على إيصال المساعدات بأمان في اليمن استهدفت قوة قوات جماعة الحوثي سفينة بريطانية في خليج عدن بعدد من الصواريخ ما أدى إلى توقفها تماما المتحدث الرسمي باسم قوات الحوثي يحيى السريع في مقطع فيديو نشره بحسابه عبر منصة تيلجرام قال إن السفينة البريطانية تعرضت لأضرار بليغة ما يعرضها للغرق مشيرا إلى أن الحوثيين حرصوا على خروج طاقمها بأمان يحيى السريع علن أيضا عن إسقاط مسيجرة أمريكية بالحديدة أثناء أدائها مهمة وصفها بالعدائية لصالح الكياني الصيوني نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن روبي مار وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكان من نتائج العملية ما يلي إصابة السفينة إصابة بالغة ما أدى إلى توقفها بشكل كامل نتيجة الأضرار الكبيرة التي تعرضت لها السفينة فهي معرضة الآن للغرق في خليج عدن حرصنا خلال العملية على خروج طاقم السفينة بأمان وفي الحديدة تمكنت الدفاعات الجوية اليمنية وبعون الله تعالى من إسقاط طائرة أمريكية إمكيونين بصاروخ مناسب أثناء قيامها بمهام عدائية ضد بلدنا لصالح الكيان الصهيوني قرر الرئيس الجزارية تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة بحسب البيان الختمي لاجتماع مجلس الوزراء مسال أحد البيان أشرأ إلى تثمين الرئيس المجهودات التي يبذلها الخواص في قطاع الفلاحة وتأكيده على دورهم في رفع الانتاج والتنوعه وإطلاق المبادرات كما أزدى أوامر بالابتعاد عن تسييس قطاع الفلاحة وعن البيروقراطية في التسيير قرر الرئيس تحويل المزارع النموذجية إلى وحدات إنتاجية تابعة للدولة متخصصة في ثلاثة أصناف البقوليات والبذور الزيتية والأشجار الزيتية شدد على التحلي بذهنية جديدة كشرط أساسي لتحقيق ثورة في قطاع الفلاحة تحديد الأهداف بدقة مع تحرير المبادرات لفائدة الشباب المتخرجين حديثا والباحثين عن النجاح وتحفيزهم خاصة في شعب البقوليات تشجيع وحدات الإنتاج التي أثبتت نجاحها وقدرتها على تطوير النشاط الزراعي وتعميم نموذجها أمر بالابتعاد الكلي عن تسييس القطاع ودمجه أكثر في التقانية بدل التسيير الإداري والبيروقراطي وجه الرئيس الجزاري عبد المجيد تبون أعضاء الحكومة بالانتقال إلى السرعة القصوى لرقمانة كافة القطاعات بصورة شاملة تحضيرا للأرضية التقنية وتوطيل المعلومات جاءت هذه التوجيهات أثناء اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون والذي خصص لدراسة عدد من المسائل المتعلقة بالاقتصاد حسب ما ذكرت الرئاسة الجزارية في بيان وأضف البيان أن الرئيس الجزاري أمر المحافظة السامية للرقبنة بتحضير عرض أمام مجلس الوزراء للمصادقة يتعلق بالتعاقد مع شركة هواوي الصينية لإنشاء مركز لتخزين المعلومات شدد الرئيس على نسق السرعة القصوى في العمل إلى غاية الرقمنة الشاملة لكل قطاعات أمر الرئيس وزراء الحكومة بالإسراء في رقمنة المعطيات الخاصة بكل قطاع تحضيراً للأرضية التقنية والتوطين المعلومات أمر الرئيس المحافظة السامية للرقمنة بتحضير عرض أمام مجلس الوزراء للمصادقة يتعلق بالتعاقد مع شركة هواوي لإنشاء مركز لتخزين المعلومات يشرع رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول السعيد شنغريحة ابتداء من اليوم الاثنين في زيارة رسمية إلى جمهورية رواندا بيان لوزارة الدفاع الجزائرية أشار إلى أن زيارة الفريق أول السعيد شنغريحة تأتي بدعوة من رئيس أركان الدفاع الرواندي الفريق أول مبارك موغانغا مضيفا أنها تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي الجزائري والقوات المسلحة الروانية المصدر ذاته ذكر أن الطرفين سيتباحثان المسائل ذات الاهتمام المشترك تفقت الجزائر والسيرالجون على مواصلة التنسيق البيني بمجلس الأمن الأممي وغيره من المحافل الدولية والإقليمية جاء ذلك أثناء استقبال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لحد بالعاصمة الإثيوبية دي صبابا من قبل نائب رئيس جمهورية السيراليون محمد جولدي جالو على هامش مشاركته ممثلا للرئيس الجزائري في أشغال الدورة العادية السابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الإفريقي بيان للخارجية الجزائرية أشار إلى أن الطرفين تبادل الرؤاح الأهم المسائل المدرجة على جدول أعمال القمة الإفريقية المصدر ذاته أوضح أن لقاء سمح ببحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين البلدين في إطار متابعة نتائج الزيارة الرسمية التي أجرها رئيس سيراليون إلى الجزائر في بداية شهر يناير الماضي وتنفيذ ما أفضت إليه المحادثات الهمة التي أجرها بهذه المناسبة مع الرئيس عبد المجيد تبون تفقت الجزائر والصمال على تعزيز التشاوري وتنسيق بالمحافل الدولية والإقليمية بيان لخارجية الجزائرية أشار إلى محادثات ثنائية أجرها وزير الخارجية الجزائرية أحمد عطاف الأحد بالعاصمة الإثيوبية أدي صبابا مع نائب ورئيس الوزراء الصومالي صالح أحمد جامع على هامش المشاركة في أشغال دورة العادية السبعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومة الاتحاد الأفريقي المصدر ذاته ذكر أن الطرفين بحثا أثناء اللقاء أفاق تعزيز العلاقات الثنائية وأتبادل الرؤى حول الأوضاع الراهنة في منطقتي انتمائي البلدين عبرت الجزائر عن استعدادها لقيادة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء واعتزازها بيثقة التي وضعت في شخص الرئيس عبد المجيد تبون لقيادتها خلال العامين المقبلين وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف في كلمته حول تقرير منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء ضمن أشغال القيمة الإفريقية السابعة والثلاثين الأحد شدد على أن تراجع القيم الديمقراطية في منطقة غرب إفريقيا على وجه الخصوص تبرر الحاجة للآلية مشيرا إلى أهمية الآلية وإسامها في تعزيز مبادئ الحكم الراشدي والحوكمة القويمة في إفريقيا أود أن أنقل إلى جمعكم الكريم التحيات الأخوية لرئيس الجمهورية الذي اعتز أي معتزاز بالثقة الغالية التي وضعت في شخصه من قبل أشقائه لقيادة الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء خلال العامين المقبلين في ظرف إقليمي يطرح تحديات وجب التعامل معها بكل حكمة وتبصر وبكل سرامة وحزم فمما لا شك فيه أن تراجع القيمة الديمقراطية في سياق المد الخطير الذي تشهده ظاهرة التغيرات غير الدستورية للحكومات في منطقة غرب إفريقيا على وجه الخصوص تبرر الحاجة لآليات نهاته مثلما تؤكد رجاحة الرؤية المتبصرة التي دفعت إلى إنشائها إن هذه الآلية لا ريب قد أكدت طابعها الضروري وأثبتت نجاعتها وساهمت مساهمة لا يمكن إنكارها في تعزيز مبادئ الحكم الراشد والحوكم القويمة في قاراتنا وشدد وزير الخارجية الجزائر على أن الجزائر ستكرس عهدتها لتشجيع وتكثيف الحوار والتشاور والتنسيق بين كل الأطراف الفاعلة لبلورة حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية ستكرس الجزائر عهدتها لتشجيع وتكثيف الحوار والتشاور والتنسيق بين كل الأطراف الفاعلة لبلورة حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية حلول تنطلق من الواقع الإفريقي وحلول تعتد تمام الاحتداد بالبيئة الخارجية المحيطة بنا وحلول تهدف أولا وأخيرا إلى تعزيز السلم والأمن والاستقرار السياسي والدفع بالتنمية الاقتصادية والرخاء المشترك في ربوع قاراتنا أكد المجلس الرئاسي الليبي أهمية مؤتمر المصالحة الوطنية المزمع عقده أواخر أفريل القادم في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد ودع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي جميع الأطراف الليبية إلى الاتزام تجاه هذا الاستحقاق بغية تحقيق تتلعات الشعب وضيفا في كلمتي حول بند تقرير لجنة رفعة المستوى الاتحاد الفريقي المعنية بليبيا أن الاتفاق سيكون هشا ما لم تتحقق مصالحة وطنية شاملة تنتهي بتنظيم الاتخابات في أقرب الأشهر ترسيخ مبدأ المصالحة الوطنية الطريق الوحيد لتحقيق سلام مستدام يصب في صالح أبناء الشعب الليبي والأجيال القادمة وندعو كل الأطراف أن تعرب عن التزامها اتجاه هذا الاستحقاق سعيا إلى الوفاء بتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني الذي سيكون هشا ما لم تتحقق مصالحة وطنية شاملة تعزز المصالحة الوطنية الثقة بين الأطراف الليبية وتبعد شبح التدخلات الخارجية وعرقلة العملية السياسية كأهم استحقاق طال انتظاره وتنظيم الانتخابات العامة ونتطلع أن تتم تهيئة الوضع في البلاد لإجرائها في أقرب الأجال ختم النشرة المغربية تابعوا أو ختم النشرة تابعوا 24 نيوز على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة كما تجدون أيضا المواقع الإلكتروني في خدمتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر